السلام عليكم فيديو جديد وباترن جديد هنتعرف عليه سوى مع بعض والباترن اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده ان شاء الله هو Render Props Pattern وزي ما باين من اسمه كده فبيبقى عندنا Component واخد شوية Props والProps دي فيه منها اللي مبعوض فيه Components داني وده عشان يتعمل لها Render جوه ال Component الرئيسي وتظهر فيه وكالعادة خليها نشوف مع بعضها امثل عشان الصورة توضحها قدامك تعالى نفتح مع بعض المشروع بتاعنا واللي بنطبق فيه على اي باترن بنتعلمه سوى وهم جاي هنا عامل Import الحاجة اسمها Card اهو وهم عامل Save وهتلاحظ هنا ان فيه Card قدامك فيه Title وصورة وفيه Button وتخيل معايا كده ان الكارد ده بنستخدمه في اكتر مما كان في الابليكيشن بتاعنا ووارد انه يحصل فيه تغييرات طفيفة يعني مثلا فيه اماكن معينة بتلاقي Title اكبر من كده اماكن تانية معينة فيها Title و Button بس اماكن تانية فيها الثلاثة مع بعض بنفس الترتيب ده وهكذا فالكارد ده ليه اكتر من Variant او اكتر من شكل وفي نفس الوقت الاشكالي مش بعيدة قوي عن بعضها فهنشوف مع بعض ازاي ممكن نستخدم الباترن بتاعنا انه يحللنا المشكلة دي فان هنا هون جاي افتح الاول الكارد وهتبص عليه هتلاقي فيه عادي خالص اهو تعالى خلينا نشيل الكلام ده دلوقتي اهو كده اهو كارد عادي خالص فيه الثلاثة حاجات دول اهو Title بتاعنا واذي الامج واذي الbutton وعشان نخلي الكمبولنت بتاعنا يبقى Dynamic وليلا نستخدمه في اكتر من مكان فهمنا حطينا الكود اللي انا لسه مصح ده اهو جيت هنا قلت له بص انت هتاخد ثلاثة Props Title و Image و CTA ال CTA ده اللي هو Call to Action سواء بقى كان button او link او اي حاجة يدس عليه وبمساطة بقول له لو ميفش اي حد بعاتلك اي حاجة فاستخدم ال Default Values او Lay a Crime اللي افتراضيه اللي هو واحد واثنين وثلاثين نتشاهد فهم دول واللي ظاهرين عندنا هنا طب دلوقتي انا عايز نستخدمه في مكان تاني بشكل مختلف يعني تعالى هنا كده والنفترض ان انا عايز اخلي ال Title ده يبقى مختلف حبتين فهقول له انا عايز ابعط له component مختلف تماما بدل ما هو P انا اخليه يبقى H1 ويبقى Low World تعالى نعمل Save وهتلاقي في عنا ان هو تحط تعالى كده نعمل بقى Inspect هتلاقي ان ال H1 هنا بص واخد Background ابيض تعالى بقى انهم جايين هنا ايلن له Style اهو Color ونخليها Red ونعمل Save اهو جميل جد تعالى نقفل بقى دي فانا هنا دلوقتي هتستخدم نفس الكارد في مكانين مختلفين مرة كما احطوط هنا P Tag ومرة تانية محطوط فيها H1 ومش كده وبس دلوقتي كمان انا احط Style لل H1 بتاعتي طب تعالى كده عشان نشوف الامثالة بتاعتنا اهو يبقى تحت بعض ونبقى شايفين ايه اللي بيحصل ونهم عاملين كده ونعمل Save اهو محطوطين تحت بعض تعالى اهو نجي هنا للأب وموك انهم عاملين دي تبقى Div ونديها Style يبقى اهو Display Flex ماشي بحيس يبقى جنبه بعض ونبقى شايفين الشكل بتاعه فانت اول واحد اهو اهو عادي title الزغير ودي هنا title الكبير ال H1 طب تعالى كمان نيجي هنا اهو مقايل له ايه انا مش بس عايز ادي له title انا عايز ال Image اهي تبقى كده ده معناه انه هو هيبقى مفيش Image لانه زي ما انتش شايف كده ال Function دي بترجع False مش بترجع اي Element فهنا انا انجحت ان انا احط title بتاعي وال Button بتاعي من غير صورة كل ده وانا بس اعمل نفس ال Element ما عملتش اي Element جديد ونفس الكلام تعالى نعمل واحد كمان اهو وهم جاي عامل كده وهم جاي هنا عامل ال CTA بتاعي لا مش عايزينه بقى button ههم جاي عامل هنا A تعالى نشوف هيعمل لنا ايوه جميل جد وهم عامل Save وهتلاقي هنا ان هو هحط لي Link بدل ال Button وهقدر اكليك عليه عشان اروح لل Link ده وطبعا ليك تحكم كامل بقى فيه وتقدر تشيل خالص Title تشيل الصورة تقدر تشيل ال Button تماما او تغيرهم باي elements تانية انت عايزة وكل ده من خلال ال Props اللي انت شايفها دي عندك هنا Props بتبعتها اهو Title وال Image وال CTA وبتيجي هنا تروح لل Card تقول له لو ال Props دي مبعوطة فعمل لها Call عادي خالص اهو هنا عامل لهم كل اهو وشغالين زي الفل لو مش مبعوطين فازهر Default Value مش كده وبس كمان هنا هتلاحظ ان انا بص عامل عندي constant وحاطت فيه رقم اي Value انت عايزها وجيت هنا في Title بعدته لل Title وده بيوريك ان مش بس تقدر تعمل render لل Components دي انت تقدر كمان تبعت لها Value فممكن اجي هنا لل Title او مرايح هنا وهم جاي جوه Title هقول اه انا متواقع ان انا still in parameter هنا وهنسميه مثلا Card Number واقدر اظهره هنا بدل Hello World دي او مجاي عامل كده اهو وهتلاقي فعلا ظهر عندي وميزة الموضوع ده ان انت مش بس تقدر تبعت constant انت ممكن تبعت لو فيه عندك state هنا ممكن تبعتها لو فيه calculation معينة انت بتعملها هنا ممكن تبعتها بردو وهكذا فالموضوع فعلا dynamic وقوي جدا وميزة الموضوع ده ان انت هنا محافظ على الترتيب يعني دايماً Title هيبقى فوق وتحتيه image وتحتيه button لان زي ما انت شايف كده احنا قريدي حطيه الترتيب هنا اهو وانت كل تحكمك في الحاجات اللي بتتحط هنا ومتوقع منك انك هنا تحط title وهنا image وهنا cta طب لو انا عايز العب براحتي بقى وحط اي حاجة انا عايزها في اي مكان واعدل الترتيب بتاعهم ساعتها بدل ما هتعتمد على ال props زي ما احنا عاملين كده تعال انشيل الكلام ده اهو ونحتفظ باخر مثال ونشيل الصورة ونخليها ظهر فساعتها بدل ما تعتمد على ال props ممكن تعتمد على ال children نفسه يعني اتقوم عامل كده اهو وتقوم جاي باعت اللي انت عايزه اهو انهم جايين هنا لل h1 تمام اهو انهم عاملين كده ال fragment ده حط هنا ال h1 ونحط هنا ال a tag ونحط كمان هنا الصورة اللي عايزين نحطها ومشيل كل ده من هنا وهوم رايح هناك هوم معدل بس او مشيل كل ده واقول له children اهو وحط ال children دول تعال نعمل save ونشوف اهو وهتلاقي دينيا اشتغل التمام بدون اي مشاكل تعال نشيلي هنا كده او نغير ده نخليه blue اهو فعلا الدينيا شغالة زي الفل فالميزة هنا ان انت شلت ال logic من جوه ال card بعد ما كنت حدثت ال logic هنا فانت شلته وخليته بقى موجود من bar انت معتمد تحط ال logic هنا وكمان ال component ده بقى شكله ابسط بكتير وفي نفس الوقت بقى عندك امكانية انك ترتب اللي انت عايزه يعني لو جينا اخدنا ال h1 خلينا تحت الصورة وعملنا كده هتلاقي اشتغل التمام وصورة جات رقم واحد جينا عملنا كده هتلاقي button بقى موجود او ال link بقى موجود تحت الصورة وتقدر اتعدل زي ما انت عايز فيهم بدون اي مشاكل فالموضوع في الاخر راجع ليك ولل feature اللي انت شغال عليه انت عايز ايه بالظبط هل عايز تحافظ على order بتاعهم وتقلل من المرونة بتاعت ال component ده ولا مش فارق معاك ممكن تسمح لأي حد من اللي بيستخدموا ال component ان هم يحط اللي هو عاوزينه جواه ونفس الكلام بالنسبة لموضوع ال data لو بتسأل بالطول طبعا دلوقتي عايز ابعد data هعملها ازاي فممكن ببساطة تقوم جاي هنا تقوم عامل كده وتقوم عامل كده وقابل بتحطها تقوم عامل كده اهو انت بتنده function عادي خالص وتحط جواها ال component دي وهنا تقوم حاطة هنا ال value بتاعتك اللي هو كان card number واجي هنا card number ده هم جاي حطه هنا مكان hello world زي ما عملنا قبل كده واجي هناك بقى هم عامل تعديل بسيط هم جاي هنا في ال children هم جاي عامل لها call وهحط لها card number وتعالى نعمل save ونشوف كده وهتلاقي فعلا لدينا اشتغل التمام هتلاقي اولها ال low world اختفت وظهر مكانها رقم واحد لو جينا حطنا هنا مثلا 100 هتلاقيها ظاهرتها هي كمان فكل اللي عملنا ان هنا بوصينا ال constant ده وبوصيناه لل children وهناك اهو كان ليهم access عليه بكل بساطة وتقدر تستعمله زي ما انت عايز وتاني ممكن ده يبقى calculation انت بتعملها او constant او state تعالى وريك مثال تاني واستخدام تاني عشان تفهم البترين ده بشكل احسن ويثبت في دماغه المثال التاني هيبقى معاقل حبتين عن المثال الاولاني ولكن ده عشان يوريك تفاصيل البترين ده ويخليك تفهم حدوده وممكن تستخدمه ازاي عندنا هنا ثلاثة components ال input وال Fahrenheit وال Kelvin تعالى نقوم حطنهم الاول هنا كده وهو shield ده وارجع كل الحاجة زي ما كانت كده احنا حطناهم تعالى بقى نعمل save هتلاحز هنا ان فيه عندنا input بتدخل فيه الكوينة بتاعتك ودي درقة الحرره بال سيلاسيوس ومفروض ان درقة الحرره ده بتتحول لل Kelvin و Fahrenheit جميل جدا بس لو اجينا عملنا الوقت كده هتلاقي ان فيش حاجة بتحصل ماشى تعالى بقى نبص على componentz1 اول component هنخش جوه هو ال input فهتلاحز ان هو input عادي خالص موجود جوه state وكل ما بتيجي تعمل change للكوينة بتاعته ال state دي بتضغير وبس تعمل نفس ال state دي عشان خاطر ادي ال value بتاعتي عشان يبقى دايما updated ويبقى مصنك مع ال state جميل جدا بس المشكلة هنا ان ال state دي ال two components دول ما لاهمش اكسس عليها لان زي ما انت شايف كده ال state دي جوه ال input فقط فلاحد الحلول اللي هتجي في بالك هتقول طب خلاص تعالى نشيل ال state دي ناخدها كده نطلعها برا نعمل lift لل state وبعد كده هم اخد ال value دي او مبعتها هنا اهو value وهم عامل value وهم جاي هنا لل input هم ادي له value اهو احط جواها value وبعد كده هم عامل handle change واحطوا جواها set value وبعد كده اخش جوا ال input لانه خلاص ما بقاش ياخد ال state من جوا هياخدها من برا فهم عامل كده ادي value و set value بتاعتنا طبعا هنا هتلاعيز علان عشان خاطر عايزني اديهم a prop types ماشي مشوقته طبعا خلاص ال state دي هتتشال من هنا وتعالى نبص على two components تانيين هما كمان هنا هتلاحز ان نبص بياخد value ويقوم عامل هنا calculation بتاعتنا عشان يكونفرته من salisius لفارنهايت ونفس الكلام هناك في الكلفن اهو بياخد value عشان خاطر يعمل نفس التحويله دي فاللوقتي اهو مرايح هناك عامل refresh ونعمل نكتب كده هتلاحز ان فيش حاجة بتكتب تعالى نبص تحت بقى اهو بيقولك set value is not a function تمام والكلام ده بيقوله فين اهو on change تعالى بقى نروح هناك لل input اهو احنا هنا مستقبلية props واجده ال value كلام جميل وهدي ال set value المفروض دي ال function والمشكلة اللي احنا عملناها هنا ان احنا سميناها set value معين نبص هنا اسمها handle change اهو انهم عاملين كده وبعد كده انهم عاملين كده ودي المفروض كده تشتغل نعمل بقى save دلوقتي ونقفل ده من ثاني ونكتب رقم واحد اهو اشتغلت 12 اهو اشتغلت تعالى واحد من ثاني اهو تعالى نشوف التحويله اهو التحويل دي سهل اهو 1 زاد 273 فداني وده لان هو القيمة دي هو هتعامل معاك string جميل ده مش موضوع الفيديو بتاعنا بس خليني اعملها سريعا كده اهو هنا عملت parseInt بحيث ان انا اخد ده واحوله الركب ونفس الكلام هعمله هناك بسرعة برضو او مجاي هنا لل value وطبعا فيه طور كتير ممكن نزبط بها القصة دي بس يعني ايه عشان خاطر بس نكسب وقت اهو عملنا parseInt لل value وكده المفروض لما ايجي بقى وعمل اثنين اهو واحد جميل جدا هيعمل re-render لكل components اللي في الapplication فهورا دي يبقى عندك هنا applications كتير موجودة تمام اهو other components ممكن يبقى واحد اثنين خمسة عشرة components وكل واحد فيهم جوا components تانية وهم اصلا ملهمش علاقة باللست دي ولا بيستعملوها ولا محتاجينها في حاجة فطبعا ده bad practice ومفروض انها نتجنبوا قدر الامكان وهنا بقى يجي دور بتاعنا هون جاي هنا وهون مشايل اللست دي ارجعها من تاني جوا ال input خليك معايا كده معايش احنا مرمطينها معانا شوية وهشيل خالص اهو اللي فوق دول اللي هو ال handle change وال value وهحط مكانهم render ويجي تحت هنا هقوله توقع ان يبقى فيه عندك components هجيلك وهنعمل لهم render اهو بالشكل ده كده اهو ومش كده بس components دي هتبقى منتظر مننا ال value اهو هون بعت لهم ال value بتاعتنا انهم عايزين يبقى ليهم access عليها وهون جاي هنا عشان ما غلطش نفس الغلطة بتاعت المرة اللي فاتت اهو استخدم الفونكشن الصح فكده احنا معانا ال value اهو ومع اي change بيحصل انت هتستل value بالقويمة الجديدة وكمان هتقوم باصيها ل render prob بتاعتك تعالى بقى نرجع هنا لل app وهون جاي شايل كل ده وحط مكانه render وهدي الفونكشن اللي احنا قلنا عليها وهتستلم هنا ال value وهنا هقوم باصي اللي اتنين دول الاول او هم عامل كده اهو هم جاي مباصي اللي اتنين دول جاوه ونعمل reformat وتعالى كده نعمل save ونشوف دينيا هتشتغل ولا لا بس الاول نشيل ده كمان ونعمل save جميل هتلاقي دينيا ضربت هنا لان انا عملت غلطة بسيطة ان انا هنا المفروض ما احطش ال input بالشكل ده مفروض ان هو self-closed tag وهو مجاي هنا لما اعمل الدينيا دي كلها اهو في fragment وهو معامله بالشكل ده وهي بقى عندنا ال input اهو الاول وبعد كده ال components اللي احنا بعتنها دي دلوقتي بقى نعمل save وتلاقي دينيا ظهرت من تاني وممكن هنا بدلا ما احنا بعطيه string نخليه zero ونعمل save جميل اهو دلوقتي بقى تعالى نجرب كده من مغيرين الزيرو ده يبقى بواحد جميل اثنين تمام تلاتة دي شجلة زي full وحاجة اخر تمام اهو تعالى بقى نرجع من تاني لل component هتلاقيه بكل بساطة ان هنا عملنا ال input بتاعنا حطينا جوا ال state وحطينا هنا في ال component ده ال components اللي محتاجة لل state دي فقط واللي ساعتها ال re-render بتاعها هيبقى منطقي فحطينا ال input اللي هيغير اصلا في ال state وكمان ال render prop دي هتبقى شغلة components اللي محتاجة لل state دي فلو جينا رجعنا هنا هتلاقي هاو عندنا ال kelvin وعندنا Fahrenheit بياخدوا ال state دي وبيعملوا ال calculations بتاعتهم بدون اي مشاكل ونقدر نطبق عليهم نفس الكلام بتاع ال children ممكن برضو نبعثهم كال children هنا ونبعث لهم برضو ال value ونشاركها معاهم زي ما عملنا في المسال الاولان وبكده كنت عرفنا مع بعض على render props pattern اتمنى اكم فهمتوا بشكل كويس من خلال الامثلة لو عايز تتعرف عليه اكتر وتتعمق فيه اكتر من كده فانصحك ان اكترى عنه في موقع patterns.dev وده المكان اللي انا احضر منه اللي نزلناها بشركة معاكم سلام اشتركوا في القناة